اشتركوا في القناة شوط خاص باللقاية البكارة المهجنات الاصائل مع شوطنا السادس في هذا الاندفاع المتميز نسير مشاهدين متابعين الكرام بالصدارة نتابع الطللية من قادة المجموعة عماد بن خليفة بن محمد الكعبي من انطلق مع الطللية على مقدمة هذا الشوط تليها مع المركز الثاني ارهني نبال الحميد بن صالم بن حمود العمري والتقدم في هذه اللحظات مع المركز الثالث ارى الشاهنية المبارك من محمد بن مصفر بالقوبع من يتابع انطلاق الشاهنية اللي تسللت مع المركز الثالث ورابع التحديات الشايبة لمحمد بن صالح بن حمد القمراء النابت الدور دور المركز الخامس مشاهدين متابعين الكرام وخامس التحديات ارهني شقرة بشعار علي بخلفة بشاوي الاغفلي من ينطلق مع شقرة مع المركز الخامس سادسا ارى القدوم في هذه اللحظات والتسلل من العنود لظافر بن حمد بن غدير الاكتبي ومع المركز السابع المركز السابع سابع التحديات ارهني بحور المبارك بن محمد بن دري المنصوري بينما انطلقنا مع المركز الثامن بأرى بن سرمد تتسلل في هذه اللحظات الاحمد بن محمد بن علي الدرعي والانطلاق مع المركز التاسع في هذا الاندفاع المثير مع ترنيم بن مبارك من سعيد مسهل الراشدي ومع المركز العاشر عاشرا مشاهدين متابعين الكرام ارى القدوم في هذه اللحظات والتسلل التسلل لرسالة الحسين بن فرح بن تويم الحبابي من يتابع انطلاقة رسالة اللي اتدخلت مع المركز العاشر هذه النتيجة مشاهدين متابعين الكرام لمراكزنا المتقدمة والمدفعة بناموسي هذا الشوط ولكن لا نعوده مع الصدارة ومع البداية ومع المقدمة وارى الشاهنية اللي انطلقت بناموسي هذا الشوط مبارك بن محمد بن مسر بالقوبة يتابع انطلاق الشاهنية تليها مع المركز الثاني ارهني شقرة اره شقرة بدت ايضا بالانطلاق المبكر مع المركز الثاني اللي علي بقلبان بشاوي الاغفري والقدوم مع المركز الثالث النبا تتسلل مع المركز الثالث من دفعته المثيرة والحميد بن سالم بن حمود العمري من يتابع انطلاقة نبا ولكن الانطلاق القادم التحديات من العنود لظافر بن حمد بن غدير الاكتبه وارد تسلل ارد تسلل ما شاء الله تبارك الله نتابع الشايبة لمحمد بن صالح بن حمد القمر النابط ينطلق مع الشايبة مع المركز الرابع خامس التحديات بحور لمبارك بن محمد بن دري المنصوري والتسلل التسلل التسلل من الجانب الاخر من الجانب الاخر عريبة تتسلل في هذه اللحظات وعايد بن محمد بن بدر السعيد الشمري تابع المركز السادس مشاهدين متابعين الكرام وأرى القدوم في هذه اللحظات من الطليلية لحمد بن خليفة بن محمد الكعبي والانطلاق الانطلاق القادم التحديات القادمة مشاهدين متابعين الكرام مع المركز الثامن مع المركز الثامن أرى الثيبة لسعيد بن محمد بن ذويب العامري ومع المركز التاسع التحديات أرى هنا أيضا القدوم من وعد لسير بن خير العفاري ومع المركز العاشر وصلت الرقود للدكتور سعيد بن سالم الشيخ من يتابع انطلاقة الرقود هذه نتيجتنا للمراكز المتقدمة للمرة الثانية أكملنا النداء مشاهدينا متابعين الكرام ولكن لنعود مع صدارة هذا الشوط مع البداية مع المقدمة مع اللي تنطلق وتدفع بناموسي هذا الشوط شقرة لعلي بخلفان بشاوي ألغف لي من يتابع من يتابع انطلاقة شقرة المركز الثاني المركز الثاني أرهني رمان حمد بن عبد الله المسند تتسلل مع المركز الثاني ومع المركز الثالث القدو والانطلاق المثير من العنود لظافر بن حمد بن غدير من يتابع انطلاقة العنود ومن الجانب الآخر التحديات البحور لمبارك بن محمد بن ري المنصوري ننطلق مع المركز الرابع والقدو والانطلاق المثير الاندفاع القادم نتابع نتابع وعد لسيب السيل بن خير الأفاري من يتابع من يتابع انطلاقة وعد اللي انطلقت مع المركز الثالث رابع التحديات نتابع متعبه ليحيا بالصغير من قنون من يراده اللي اكتبه ما شاء الله يفاجئ الجميع بمتعبه ما شاء الله تبارك الله ولكن بنعود بنعود مع الصدارة نتابع البداية نتابع شقرة اللي يارشوض منذ البداية علي بخلفان بشاوي لغفلي يتابع يتابع انطلاقة شقرة اظن هي الأقرب هي الأقرب لناموسي هذا الشوض مع هذا الاندفاع المثير ولكن ارى متعبه مع المركز الثاني يحيا بالصغير من قنون من يراده الاكتبه من يتابع من يتابع انطلاقة شقرة وشعار بندري المنصوري يتسلل يتسلل مع المركز الثالث مع المركز الثالث بحور مبارك بن محمد بن دري المنصوري وانطلقت شقرة بعدت المسافة ماشه الله تبارك الله شقرة وبحور شقرة وبحور ومتعب أيضا مع المركز الثالث الكوكب الثلاثية على مقدمة هذا الشوط شقرة تنطلق بحور تحاول متعبة تترصد للجميع أيضا مع هذا الانطلاق المثير اللحظات الأخيرة شقرة بحور بحور شقرة شقرة بحور اللحظات الأخيرة والمعركة المعركة المعركة ماشه الله تبارك الله ولكن شقرة سلوم سلام فليل معلة اسعدت صباحا تهانينا لألي بخلوا بشاوي المركز الثالث بحور مبارك من محمد بن دري المركز الثالث تاتي متعبة يحيى بصير بن قنون بينارادة المركز الرابع المركز الرابع مشاهدين متابعين الكرام تاتي العنود المركز الرابع الحذرة لمحمد بن راجب بن حمد البريس المري والمركز الخامس المركز الخامس كان الدخول الجماعي مشاهدين متابعين الكرام عود بالتوقيت الزمني ولحظات وصول شقرة إلى خط النهاية سبع دقائق ثلاثة ثلاثين ثانية خمس أجزاء من الثانية تهانينا لألي بخلفوان بشاوي لغضري سلام الفلي سلام وسعدته صباحا مع الأداء المثير اللي قدمته شقرة بحور تاتي مع المركز الثاني سبع دقائق ثلاثة ثلاثين ثانية سبع أجزاء من الثانية تهانينا لمبارك بن محمد بن دري المنصوري ومتعبة تصل مع المركز الثالث بالشعار يحيى بصغير بن قنون بن يراد الاكتبي متعبة تاتي بتوقيت الزمني مقدارة لحظات وصول متعبة مع المركز الثالث مشاهدين متابعين الكرام تاتي بتوقيت الزمني مقدارة سبع دقائق أربعة وثلاثين ثانية وثمان أجزاء من الثانية التهاني ليحيى بصغير بن قنون بن يراد الاكتبي تهانينا للجميع والنامو